بداية قراءتنا في عنوين ابرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان اوروبا الغربية من ايطاليا حيث كتبت صحيفة الفاتو كوتيديانو ان حالات الاصابة بالسلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا تجاوزت 54% معظمها سجيلت في وسط البلاد وهو ما يتطلب التحلي باقصى درجات الحذر مع تبني اجراءات وقائية جديدة يومية البيس الاسبانية تمت من جهتها بوضعية دور رعاية المسنين في البلاد على ضوء استمرار تفشي عدوى النصخ المتحورة موضحة ان هذه المراكز سبق ان سجلت في اوائل العام الماضي ثغارات عدة من حيث التدبير وفي المملكة المتحدة اوضحت صحيفة ذا تايمز ان وزير الصحة مات هانكوك عبر عن رفضه للدعوات الرامية الى التخفيف السريع للقيود في المناطق التي سجل بها معدل عدوى ضعيف مستحضرة فشل منظومة الانذار ثلاثي المستويات الذي تم اعتماده اواخر السنة الماضية للحيلولة دون فرض الحجر الشامل صحيفة لموند الفرنسية ذكرت في موضوع اخر ان شكوى تتعلق بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب رفعت مؤخرا بباريز بعد تنفيذ هجمات كيموية في سوريا مشيرة الى ان هذه هي المرة الاولى التي يستهدف فيها اجراء ما نظام بشار الاسد في فرنسا لاستخدامه اسلحة كيموية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة